فتحت المديرية العمل للأمن الوطني مسابقة للتوظيف على أساس الاختبارات لتسعة ألف وخمسمائة عون شرطة بكل ولاية الوطن ومن الجنسين تتروح أعمارهم ما بين تسعة عشر سنة وثلاث وعشرين سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المسابقة بمستوى السنة الثالثة ثانوي ويشترط على المترشحين التمتع بالجنسية الجزائرية وبكامل الحقوق المدنية إضافة إلى ضرورة أن لا تحمل شهادة السوابق القضائية أي ملاحظات تتنافى وممارسة العمل في أسلاك الأمن الوطني ويشترط كذلك على المترشحين وثيقة تثبت الوضعية القانونية اتجاه الخدمة الوطنية أو شهادة الإعفاء لأسباب غير طبية كما تدخل ضمن الشروط أن تكون قامة المترشح تفوق واحد متر وسبعين سنتيمتر للذكور وواحد متر وخمس وستين سنتيمتر للإناث أما مكان إداع ملفات الترشح فتكون على مستوى مصالح الشرطة المحلية أي مصالح أمن الضائرة أو مقر أمن الولاية أما آخر أجل لإداع الملف قد حدد بتاريخ 20 فيفري القادم على أن يخضع المترشحون الفائزون في المسابقة إلى تكوين متخصص لمدة سنتين